لغز. مم. لغز محدش يقدر يفسره غير مجلس ادارة النادي القهش. مم. اي كلام من الكلام اللي بيطلعه مش لقيين مبرر واحد قوي عشان يشيله الرجل. ليه? مرضو مفيش حد مش يعني هو كان يعني حتى سيد مقتنع بان مفيش حاجة بتدوم لحد يعني. يا حبيبي ماشي. التغيير موجود ولازم يعني. انت حلو. هو هو كان مقتنع. لا لا اسأل حلو الكلام قوي. يبقى انا من بعد ماتش الزمالك. مم. اطلع. انا كسبت ماتش الزمالك. مجدي عبدالغني يعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ ويكشف الاسباب المدوية. اول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد رحيله عن الاهل رسالة مؤثرة للجرمهير. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على ميد جو والاربعتاش برو ماكس. وساحب على ميد الف جنيه مصري. كل الشروط تتفارق على تلاتين فيديو سابقين على قناة كورا شراب. وتكتب تنفي التعليقات على تلاتين فيديو. وتشترك في القناة. مجدي عبدالغني نجم النادي الاهل السابق ونجم منتخب مصر. على قرار مجلس ادارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب. بشأن راحل سيدة عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة والاعلان عن تعيين خلد بيبو بدلا منه. وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية على قناة الشبس. هل راحل سيدة عبدالحفيظ اقالة ام استقالة؟ الجميل يتحدث ولكن الحقيقة غائبة عن سبب راحله من منصبه مع القلعة الحمراء. واضافة. اذا كانت استقالة كان من المؤكد انه سيكون له منصبا اخر داخل النادي سواء مذيع في قناة الاهلية او الاندمام لشركة الكرة بالنادي. وهذا ما تعودنا عليه في الاهل الاشخاص المرضي عنهما. وواصل على سبيل المثال عد القائل الذي بدأ في منصب مدير التعاقدات قبل ان يدير شركة الكرة في صفوف النادي الاهلية. وزاد. مدير الكرة السابق حصد مع الاهلي كل الالقاف في الموسم الحالية. كما بدل مجهودا كبيرا. ولكن هل سبب راحله لوجود خلافات مع كولر؟ كما سمعنا ام لتوتر علاقته مع محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء. اول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد راحيل عن الاهلي رسالة موثرة للجمهير. حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي على توجيه رسالة الى الجمهير القلعة الحمراء. وذلك بعد اقلته من منصبه. ونشر سيد عبدالحفيظ صورة له عبر حساب الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلق عليها قائلنا مش هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الاهلي. ووجه النادي الاهلي الشكر والتحية للكبتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة. بعد سنوة طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الاول كرة القدم بكل اخلاص وامانة. وبذل قسر جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية. واجأ ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح. وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضر الكابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي. شاء التصريحات سيد عبدالحفيظ بعد مباراة الاهلي والمصري. اعلن النادي الاهلي المصري لجمعة. رحل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي. وعرض عليه الاندمام لعضوية مجلس ادارة شركة الاهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط. وقال الاهلي في بيان ان النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيظ بعد سنوة طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الاول لكرة القدم بكل اخلاص وامانة. وبذل قصر جهدي وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديدة من الانجازات المحلية والقارية. واضاف البيان ان ذلك جاء خلال اجتماع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكارية ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي. واكد البيان عبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد خاصة انه احد ابناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. اول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الاقالة من الاهلي. بدون ذكر اسباب تم الاعلان عن هذا الخبر حيث تم توجه شكر لسيد عبد الحفيظ والاطاحة به من منصبه. بعدما على النادي الاهلي منذ قليل رسميا عن اقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي من منصبه. وبدون ذكر اسباب تم الاعلان عن هذا الخبر حيث تم توجه شكر لسيد عبد الحفيظ والاطاحة به من منصبه بعد ان استمر لعدة سنوات داخل هذا المنصب بصورة مفاجئة. اعلن النادي الاهلي عن بديل سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالاهلي. حيث تم الاعلان عن تعيين خالد بيبو مدير الكرة بدلا من سيد عبد الحفيظ. خالد بيبو هو رئيس قطاع النشينا بالاهلي تم تصعيده ليكون بدلا من سيد عبد الحفيظ. وعلن النادي الاهلي في بين الرسمي عن خليفة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة القدم بعد اقالته اليوم الجمعة. وكان الاهلي قد اعلن عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن منصبه في النادي. بعد سنوات طويلة خدم خلالها المنظومة الكروية شهد اول تعليق من احمد سيد زيزو على انباء رحيله الى النادي الاهلي كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على الموقف القلعة البيضاء من رحيل احمد سيد زيزو لعب وسط الفريق في ظل اهتمام بعض الاندية التركية بالحصول على اللعب في فترة الانتقالات الصيفية واكد المصدر ان ادرة الزمالك اغلقت الباب امام راحل زيزو خاصة انه من العناصر المهمة بالفريق ورفضت فكرة احترافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هناك تطورات جديدة بشان العروض المقدمة لنجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل تعلق اللعب بالفترة الماضية واوضح الاعلامي مجدي عبدالغني حقيقة العرض المقدم من نادي ايفرتون المتواجد بمدينة ليفاربول للتعاقد مع نجم الزمالك ونشر عبدالغني عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك ايفرتون الانجليزي يسعى للتعاقد مع احمد سيد زيزو وتابع وهناك مفاوضات بين الطرفين يمتلك نادي الزمالك شعبية جماهيرية كبيرة في مصر كونه واحد قطبي الكرة المصرية مع غريمه تقليدي الاهلي عاجل نادي الزمالك يعلق على راحل احمد سيد زيزو الى النادي الاهلي رسميا طلق احمد سيد زيزو لعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا انجليزيا يهدد استمراره مع النادي خلال الفترة القادمة بشكل رسمية وذلك في ظل رغبة النادي التدعيم الموسم المقبل بشكل رسمية بناء على رغبة النادي في تدعيم صفوفه في الموسم المقبل واكد اللامي احمد شبير في تصريحات اذاعية ان احمد سيد زيزو يمتلك عرضا خارجيا بالفعل في الوقت الحالي لاجل حصول على خدمة احمد سيد زيزو لعب الفريق بداية من الموسم المقبل وتم ارجاء العرض لما بعد البطولة العربية وتابع هناك رفض تام من جانب نادي الزمالك في مسألة مناقشة راحل احمد سيد زيزو من النادي بصورة نهائية وشيرا الى ان النادي يتجهل كافة العروض المقدمة لزيزو خلال الفترة الاخيرة خاصة ان اللعبة حد ركاز الاساسية في تشكيل الفريق والان اعزائي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب رحل سيد عبدالحفيظ عن النادي الاهلي لا تنسوا ان تشاركون بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي